طهرنا حيالي لنوحي ساشعر كمين تاني اكوني اول قلبي ازمو لا تدخلن في تجربة لكن الجنم الشري نسيخ اصغر بالملك والكوة ومكتب لانا حبت الله لا يا ابنك عبت مسيح شاركت المهابة عتين تروح تمام كمانا اخوار قيمة اشتامي بيوم اووووو المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة المترجم لك المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم للقناة 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 كريا ليسون كريا ليسون يا رب ورحم كريا ليسون كريا ليسون الحمد يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا ورحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ورحم كريا ليسون كريا ليسون الحمد يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا ورحمنا كريا ليسون 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 ك اشتركوا في القناة 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 والمحبة هذه السلاسة ولكن أعظمهن المحبة اسعوا في أثر المحبة ولكن غيروا على المواهب الروحية وبالأكثر لكي تتنبأ لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله لأنه ليس أحد يسمعه ولكنه بالروح يتكلم بأسرار وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان وعزاء وتسلية من يتكلم بلسان فقد بنى نفسه وحده أما الذي يتنبأ فقد بنى كنيسة نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آبائي وإخواتي أمين الكاسر يكون فصلة من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى بركاته تكون معنا أمين وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة كأطفال مولودون الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص إن كنتم قد زكتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوطا طاهرا لتقديم زبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح لأنه مكتوب في الكتاب إني هانذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما الذي يؤمن به لا يخزى فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة أما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عصرة وسهرة شك فأولئك الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذين وضعوا له أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوط وأمة مقدسة وشعب مبرر لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب الذي قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فقد صرتم شعب الله الذي كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهواته معه أما من يعمل مشيئة الله فإنه يزبط إلى الأبد أمين موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بسم الله اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 فطوب العيونكم لأنها تفصل وليزالكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع النعم البنجي لك المقدسة بتلبطيق الدين ترجمة نانسية 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 ترجمة نانسية نانسية ترجمة 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 نانسية وفي نفس الوقت عنده نوع من الغيرة ازاي يبقى فيه مالك تاني فالانسان اللي عنده القصوى والكبرياء والغيرة ممكن يعمل العمله ده انت عشان تخلص من الطفل يسوع تقتل اطفال قرية والقرى المحيطة وكل تخومها والقرى اللي حواليها كلهم كل الاطفال خلي بالك ان الغيرة وحشة بتجيب حقت وفي يوم الايام قاين جات له حتة الغيرة دي ان ازاي ربنا يقبل تقدمة هابيل وهو لا اطغاز وش معنى انا وقام برضو عشان يقتل اخوه فشوف الغيرة والحقد والانسان اللي عنده الانا مسيطرة الى هذه الدرجة يعني ما عندهش معنى ان هو كل اللي حوالي يقتلهم دايما دايما للاباء القدسين بيوصونا ان الانا هي عدوة الانسان يعني ذاتي والانا بتاعتي والكبرياء بتاعي هو دا عدوي انا هو دا اللي بيحطامني هيروديس بسبب هذا الكبرياء وبسبب هذه الغيرة فكر بقى الفكر الجهنمي دا بتاعهم جوم المجوز بيسألوا عن الطفل يسوع اين هو المولود ملك اليهود فجيه هيروديس الطرب وجمع رؤساء الكهنة والكهنة رؤساء الدين اليهودي قال لهم وفي ملك هتولد هنا في البلد بتاعتكم طبعا جمع اليهود دول حفظين نبوات وحفظين العهد القديم كله قالوا له اه احنا عندنا نبوة في سفر ميخ النبي بتقول وانت يا بيت لح ارض يهوزة لست الصغرى بين مدن يهوزة لان منك يخرج مدبر يرع شعبي فكده بقى هيروديس راح جاب المجوز وقال لهم انتو شفتوا النجم ده امتى وقال لكم قد ايه في السفر قال لك بس انا خلاص كده عرفت المكان من الكتب والفريسينة وبيت لح وعرفت الزمان من المجوز لما قالوا لي النجم بقالوا قد ايه وهم ماشيوا في السكة على ما وصلوا قد ايه فقرر بقى انه لازم يقتل الطفل ده تبقى قتله ازاي وانا ما عرفوش انا قتل كل الأطفال ورسم خطته خلي بالك ان الشرير دايما خطته شريرة من فضلة القلب والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الايه الشرور فدايما دايما نحاول نصلح القلب بتاعنا بسرعة انسان كان عنده شيء من الشدية يبتدي يصلي ويتوب انسان عنده غيرة معينة يبتدي يصلي ويتوب نقي قلبك اول باول نقي قلبك اول باول لان ممكن انسان يبقى عام زي هيرودس في البيت قصوة على مراته قصوة على اولاده واعتفتكر ان القصوة ديت هي اللي هتحل المشكلة القصوة دي يتعيب جواك انت في داخلك ما فيش الرحمة والانسان اللي ما عندهش الرحمة الله هيشفق على اولاده ويا ما ناس ضيعت اولادها انت يا ابني مش عارف ان دول مسئولية منك مش عارفوا دول ولادك ولا هو هنا وبعدين كمان يبقى ما عندهش رحمة لا يحس بالفقير ولا يحس بتعبان ولا يحس بين اي انسان ما انا وبس هو ده هيرودس هو ده هيرودس فرسب خطته راح جاب المجوز قال لهم بقى شوفوا بقى انتوا تروحوا وتسجدوا راحين تسجدوا للطفل ده لما تروحوا تسجدوا له بس تشوفوا هو فين بالزبط في بيت لحمة فين في الاي مكان وتعالي قولولي عشان انا كمان اروح اسجد له طبعا كذاب والشيطان طول عمره كذاب وابو الكذاب بلاش انك انت تظهر غير ما توبطن زي ما بيقوله يعني اكلم كلام كويس وجواي نية وحشة واتفق معاك اتفاق حلو اقول لك كلام حلو قوي 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 وريحك وانا جوايا نية مش كويسة وجوايا مكر وجوايا قصوى ونية سيئة ده هنا وهو بيكلم المجوز قال يعني القديس قوي هيروح يسجد زيهم وهو في داخله شر فظيح هيقتل كل الاطفال المهم راح المجوز وسجدوا للطفل زي ما انتم عارفين وقدموا لهم هدايا فالملاك ظهر ليوسف وقال لكم خذ الصبية وامه وهرب لارض مصر لان هيرويدس عايز يهلك الصب المجوز ظهر لهم ملك وقال لهم ربنا قال لهم ايه ما ترجعوش لهيرويدس تاني وهو دي حقيقة ان هم جمت سجدوا للمسيح وتقابلوا مع المسيح بعد حياتهم جديدة مش هيرجعوا للشرط هيرويدس تاني لازم يمشوا من سكة جديدة كل انسان يتقابل مع الطفل يسوع لازم يبقى له طريق جديد هل احنا في العيد الميلاد استطاعنا ان احنا نسجد للطفل يسوع فعلا هل احنا في عيد الميلاد تقابلنا مع الطفل يسوع فعلا لو كان حصل كده لازم يحصل تغيير في حياتنا ما نرجعش الهيرويدس ده تاني ما نرجعش للشر ده تاني هيرويدس يمثل الشر وقال لهم فاخذوا طريق جديد المجوز خدوا طريق جديد مشوا في سكة جديدة غير البتاعة هيرويدس دي خالص حين اذن لما رأى هيرويدس ان المجوز سخروا به غاضبة جدا فارسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لاح وفي كل تخومها حتى القرى المحيطين بيها طب انت يعني لما تحققت من المجوز لقيتهم انهم بقى لهم شهور ولا حاجة طب ايه اقتل اطفال سنة فما دون قال لك لا عشان اضمن اقتل اطفال من سنتين فما دون كل طفل مقرب على السنتين دي تقتل كله ومش في بيت لحم بس اللي حواليها كمان ده هيرويدس القاسي القلب اللي بيقتل اطفال ابرياء ما عملوش حاجة وهيرويدس قاسي ده موجود في كل جيل عندنا في العهد الذين فرعون فكرين فرعون برضو امر بقتل الاطفال وقال كل طفل يترمى في النهر ويموت طلع قرار قاسي كل العائلات بمرارة ياخدوا طفلهم ولقال لي خايفين من هيرويدس خايفين من فرعون ولكن قتل الاطفال بأيام فرعون دول كلهم عشان ينجي وينجوا من وسطهم مين موسى اللي هو هيخلصهم موسى المخلص ويجي هيرويدس ايضا يقتل كل الاطفال ديت وينجوا من ضمنهم ايه الطفل يسول هو المخلص فكان نجاة موسى اللي هو خلص شعب يسرائيل وعبر بهم البحر كان رمز رمز لنجاة السيد المسيح من وسط قتل هيرويدس وهيرويدس ايضا موجود شوف ديقليديانوس قاعد يقتل شهداء قد ايه ابرياء ما عملوش حاجة كل المسيحين الاف مؤلفة اتقتلت على يد ديقليديانوس وهم ابرياء وكانت ايضا ارواحهم زي ارواح الاطفال دولة تطلع كده زي الملائكة تطلع للسماء وفي هذه الايام ايضا هيرويدس موجود يا ماشرار شوفوا الحروب الموجودة والقصوة الفضيعة اللي في الحروب قصوة فضيعة القنابل والحاجات اللي بتترامى الايام دي حاجة مزعجة وصعبة وقصية جدا جدا ده صوتها بس يموت الناس صوتها بس حاجة مدمرة هو ده هيرويدس في العهد الادين فرعون هو هيرويدس وهيرويدس في قتل الاطفال وهيرويدس في ديقليديانوس وهيرويدس في كل قصوة في هذه الايام الحروب وتبقى تلاقي يصرفوا على على الاسلحة مليارات مليارات الاسلحة دي مكلفة جدا جدا كنبولة الواحدة بس يتعيش بلد وبعد ذلك تلاقي ناس تموت من الجوع ومجاعات في بلاد في بلاد الاطفال بيموتوا من الجوع شوف القصوة شوف هيرويدس بتاع العالم الايام دي عمل ازاي ده انت نسبة زيارة من مصاريف الحروب دي تأكل الناس الغلابة اللي في البلاد الافريقية والبلاد التعبانة لكن تقول ايميه خلاص هيرويدس وقلب هيرويدس الشرير هيرويدس مسيطر اوعى يا احبائي القصوة تتسرب الى قلوبكم خلي دايما اللي اللي بيعرف ربنا كويس تلاقيه عنده حنية اللي بيعرف ربنا كويس تلاقي قلبه لين اللي بيقرب من ربنا كويس ما يبقاش شديد وعصبي وقاسي وياخد قرارات صعبة فين الرحمة لما يجي راجل يقص على مراته قصوة يعني عشان هي الضعيف يعني ولا ست تقص على اولادها ولا تتجبر على جزها كل ده هيرويدس لازم يكون انقياء والرحمة بتاعة المسيح مالي قلوبنا قام هيرويدس قتل الأطفال من سن سنتين في مدوه كل الأطفال عشان كده النبوة اللي قالها أرمية النبي يقول لك صوت سمع في الرامة الرامة دي بلد سؤيرة جنب بيت لحم على طول وكانت رحيل مراتي عقوب اللي كان يحبها وهي بتولد باليمين ماتت في السكة ودفنها في الرامة دي فده في قبر رحيل هناك في الرامة دي وأيام سبي بابل كانوا بياخدوا الشعب إسرائيلي للسابي كانوا بيربطوهم وياخدوا الشباب ويربطوهم ويلبسوهم الخيش وياخدوهم للسابي فكانوا بيمروا على منطقة الرامة دي برده ده المنطقة اللي كانوا بيتجمعوا فيها وياخدوها على بابل فكانت رحيل تبكي على شعبها اللي متاخد للسابي والنبوة ترمي لبعيد كمان أن الأطفال بتلحم اللي تقتلوا في نفس المكان رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم لا يا رحيل أوعي تبكي على أطفال بتلحم أطفال بتلحم دول أول شهداء على اسم المسيح تتخيل المسيح لسه طفل وفيه شهداء على اسمه ومن جيل إلى جيل فيه شهداء على اسم المسيح هل الأطفال دولت لما تقتلوا قاتلوا ظلم من من هيروديس ولكن ده طلعوا السمع بقوا ملايكة في السمع ودخلوا المجد أصلي الموت بالنسبة لنا مش هو القضية المزعجة بالنسبة لأولاد الله الموت الموت مش هو القضية المزعجة الخطيئة والشر معلش هو ده المزعج لأن الإنسان الخاطئ مش هيطلع زي زي الأطفال دول كده في الفيردوس كده في زي الملايكة لكن الشرية ريوح الجحيم فالأطفال دول أبرياء وتقتلوا ظلم طلعوا قديسين شهداء يسبحوا زي الملايكة فوق في السمع فده مكسب مش خسارة يا بل قتل الفضيع ده بقى مكسب والشهداء اللي تقتلوا قد أيام هيروديس أيضا مكسب ده الكنيسة مسنودة إلى هذا اليوم بدماء هؤلاء الشهداء وثبتهم على الإيمان نحن بنقول الإيمان المسلم إلينا بدم الشهداء دول فإذا موت الأطفال دولة ما هوش خسارة لكن القسارة هي في قصوة هيروديس وفي نيته الشريرة فالأطفال كسبوا السمع وضمننا أنهما راحوا السمع من أشقد راكنك لما كانوا يجبرهم وما يمهوتش هون لو كان هيروديس ما مهوتهمش وكبروا مايش عرفك كان هيتلوسوا بشر العالم والظهوف الصعبة اللي إحنا بنمر بها ويعيشوا إيه أنا أفضل أنا أفضل أفضل لهم بكثير أوي 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 أنهم استشهدوا في هذه السن سن الطفولة لسه لا تلوسوا بشر العالم والظهوف ولا أحوال اللي إحنا عايشين فيها عمالين نهاتي وإحنا في هذا السن فيبختهم كسبوا السمع وهم أطفال أبرياء وأيضا كسبنا من تصرف هيروديس الشرير ده إن العائلة المقدسة جات مصر إحنا برضو خدم يعني الله حول الشر إلى خير الله حول شر هيروديس إلى خير إن الأطفال دولة كسبوا السمع وإحنا كمان كسبنا في مصر هنا إن العائلة المقدسة جات لنا قال له قوم خذ الصبية وأمه وهرب لأرض بصر لأن هيروديس مسموع أن يقتل الطفل فجيه يوسف النجار والعدر مريم والطفل يسوع ولفوا أرض مصر كلها وتباركت أرض مصر تباركت أرض مصر بالمسيح شخصيا على فكر المسيح ما رحش أي بلد في العالم غير مصر بس مصر الوحيدة اللي جهها المسيح وطبعا العدر مريم بنفسها هي ويوسف النجار إذن إحنا قدام شر الأشرار ولكن أصادوا على طول ربنا بيخرج من الآكل أكله مال جافح فإذن إحنا الكنيسة بتعيد بهؤلاء الأطفال يكون عيد لنا نتشفع بيهم أبرياء ونتشفع بيهم أن هم يحفظوا أولادنا ويحفظوا أطفالنا ويبقوا لنا الشهداء شاهدين ويشفعوا فينا في السماء وربنا يمتعنا بنعمة بصلواتهم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا أليلويا أليلويا إيصال بخرة طعسف شريئ أمام نوتي أغمام في خير إن وسلئم امام موسيقى 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 الأبادي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس أدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المحاسي وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عسا كل الملائكة يمجدونك به قائلين المجدل الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصار صلوه من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا ربادي حملا بمسرتك يا الله املى قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تستار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة ننال من موهبتك غير المائة السمائية بالمسيح يسوع رب ننال من موهبتك غير المائة السمائية لكي ننال من موهبتك غير المائة السماء والله الحي سمعنا وارحاق امنا تقدموا تقدموا على هذا الرأس كيف بخافنا رعدته الله الشرق ونظره بشفعة والذة الإله قديسة ماريام يا ربنا إن لنا بما في رقصة آيانا ننضغ لك يا المسيح مع أميك الصالح والروح القضوة لأن قلت وخاله فأنا رحمته سلام مبيحة 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 والرب مع جميعكم ومع روحك أيضا أين هي قلوبك هي عند الرب فلنشكور الرب مستحق وعالي مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكانوا سيد الرب إله الحق الكانوا قبل الدهور والمالك إلى الأباد الساكن في الأعالي والنظر المتواضعين الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات والمقدة آسا أيها الجنوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة والرؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات وإلى الشعر كنظره أنت هو الذي يقفه حولك الشعر بهم الممتلئون عينا وصرفهم ذو الستة أجنحا يسبحون على الدوام بغير سكوت بغير سكوت قائل لننصي قوة 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 قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركن عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهتنا دائما بأمبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم فوقان الذي من الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم فسلم ذاته فداءا عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين بسبب خطيانا نزلا إلى الجحيم عن طريق صليم عقل نوم آمين الزبط في الظلمة آمين 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 اشتركوا في القناة 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 أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معنا أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل أديرت أبينا الأرسو زكسين والأمو الحام والساكنين فيها بمان لا تفضل يا رب الزرو والعجبة نبات الحقل في هذه السنة باركة والأمو الحام يا رب الزرو والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك يا رب كريل السنة بصلاحك من أجل فبرا شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا الذين نرغوك ونطوئ اسمك الخدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطي طعاما في حين حسن اسنع معنا كحسب صباحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا خلوبنا فرحا ونعيما إذ نحن أيضا إذا كلنا الكفاء في كل شيء كل حين نزدادا في كل عمل صام أنا مرحا نشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرفين والذين خدمت عنهم والذين خدمت بواسطهم أعطيهم كلهم الأقرى سماء صلوا من أجل هذه القربين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموها يا رب الذين قدموا لك أن هذا أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تسكار القديسين تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أعضوك منذ البد أباونا الأطار وسال أباو الأنبياء والرسل المبشرين والإنجليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملؤة مجدى العذراء كل حين والدت الإله القديسة آهر ماريم التي والدت الله الكلمة بالحقيقة والقدس يوحنا السابق السابق والشهيد والقدس تفنوس رئيس شمام سؤل الشهداء ونواز إلى إنجلي مرقص الرسول الطاهر والشاهد والبطرق القديسة ويريسة معلمة فورسة قديسة سناسيس الرسولي والقدس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقدس حنفا مذاب والقدس ساوديسيس والقدس سوفيلس والقدس ديمترس والقدس كيرلوس والقدس باسيليوس والقدس أوريوس الناطق بلاهيات والقدس أوريوس صانع جايب قديس أوريوس الأرمني والسلاس ماء والثمانة عشر مكتمة ماء قمس غصمتين بأفاسوس وأبانا الصديق العظيم أم بانطنيوس والبار أم بابولة والثلاثة أمام قارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصاليب أبانا بحنسكم مصابنا ما بشوي البار الرجل الكامل حبيب مقلصنا الصالح أبانا ما بابولة طمواز قلت من سيداء إلى باين قديسين الروميين ماكسيموس ودومديوس والتسعة والأربعين شهيدا شوق شهيد والقاو قديس أمبى موسى واحنسكم القيس أبانا أمبا دنياء القمصة أمبا سيزير القصة أمبا بقوم صعب الشركة وتدرس تلميزه أبانا أمبا شنود رئيس المتوحدين أمبا ويصة تلميزه أبانا أمبا مسائل السعبان أمبا تكليمان وتلحبش القصة أبانا أفراه مصخو الفيوم أبانا البابا كرولوس وحبيب جرقس وبانا أبو نبشويل ويستس الأنطوني وكل مصاف قديسي هؤلاء الذين بسؤالات مواطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانخذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا هؤلاء الذين رقضوا الرب نحن فوسه مجمعين ويغفر لنا خطايا ويغفر لنا خطايا وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في إيمان المسيح تفضل يا رب نيح نفس عبدك المرحوم عبد النور بخوم والمرحوم عبد المسيح عبد النور والمرحوم مطر عوض والمرحوم والمرحوم سعاد بولوس منقريوس والمرحوم عطيات عوض والمرحوم ملاك مقرمتة الذين لهم ذكر السنة في هذا اليوم أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأباد في أرشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلام إلى التمام كما كان كذا يكون من قليل لك وإلى ضع كريم كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس البركة والسلام لجميع كون ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله لأجواب تلكول أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفك ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستعقين لشركة وتناول أسراره الإلهية غير المائتان آمين أن نقف هذا المقدس أن نقف هذا المقدس ودمو الكريم ودمك الكريم أن نقف هذا المقدس 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 ونقف هذا المقدس لكي يجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح يا محب البشر لكي بقلب طهر نسبحك معهم على الروح القدس الثالوس القدوس المساوي ونرفع عيوننا لفوق إليك أيها الآب القدوس الذي في السموات ونقول أبانا الذي في السموات لتقدس اسمك ليات ملكوتك تكن مشياتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا ليهم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أدل المذيبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشريف بالمسيح اشتركوا في القناة 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 امين اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في بيتنا سبحوا على مقدرته الليلويا الليلويا يسوء المسيح يحكم الله وردك في بيتنا سبحوك قصرة عظمتي الليلويا الليلويا يسوء المسيح يحكم الله وردك في بيتنا سبحو بصوت البوك الليلويا الليلويا يسوء المسيح يحكم الله وردك في بيتنا الليلويا الليلويا يسوء المسيح يحكم الله يحكم الله يحكم الله وردك في بيتنا سبحو بصوت البوك يحكم الله 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة